بكاري جسامة في تخوف شوية بموضوع بكاري جسامة خلينا نقف عند قصة بكاري جسامة شوية ونتكلم فيها لأن الناس على مدار الفترة اللي فاتت كلها من ساعة ما تم الاعلان عن حكم مباراة الاياد ما بين الاهل وصاندونز الناس كتير جداً اتكلمت على الخوف من تواجد بكاري جسامة وإدارته لهذه المباراة لكن في كل الأحوال أنا عايز أقول له حركه على حاجة مهمة جداً وهو فيما يتعلق بمجلس إدارة النادي الأهلي وبكابت المحنود الخطيب اللي من ساعة ما تم الاعلان على أن بكاري جسامة هو حكم لقاء الذهاب وكان فيه اتصالات مسموعة ومكتوبة تواصل ما بين النادي الأهلي مع الاتحاد الأفريكي بخصوص هذا الحكم وبخصوص يعني عايزين نقول إيه الاعتراض على تواجده في مباراة الاياب أمام النادي الأهلي والتخوف أو الحظر الشديد من إدارة هذا الحكم لمباراة الاياب بسبب الثوابق الكتير اللي احنا عشناها مع بكاري جسامة في الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت لكن الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباشرة مباشرة اتحرك ويتواصل مع الاتحاد الأفريكي من خلال مين؟ من خلال المهندس هاني أبو ريدا عضو المكتب التنفيذي للكاف ويأرسل خطبات عن طريقه لاتحاد الأفريكي بيتكلم فيه عن الحكم بكاري جسامة مش اعتراض أو مش موضوع أن احنا نغير الحكم أو حاجة أو كلام من ده لكن هو مجرد تخوف من إدارة المباريات بسبب ما حدث في بعض المناسبات السابقة من خلال بكاري جسامة هو بس عايزين نوضح القصة يعني هو مش تدخل في قرارات الاتحاد الأفريكي النادي الأهلي بيحترم جدا جدا الاتحاد الأفريكي وكل أعضاءه ورئيسه وكل هذه الأمور احترام شديد واسقة كبيرة ما فيش نقاش في الجزئية دي لكن النادي الأهلي بيطلب حاجتين مهمين جدا أولا موضوع الأهلي لما بيعترض أو لما أرسل خطابات لاتحاد الأفريكي مش عايز تحيز من الحكم خالص اطلاق لا الأهلي طالب العدالة التحكمية عدالة تحكمية في أرض الملع مش عايزين أكتر من كده الحاجة التانية اللي ممكن يكون بيطلبها النادي الأهلي وهو أن يكون فيه رقابة لأداء الحكم العيون في الاتحاد الأفريكي تتابع أداء هذا الحكم ينبهوا عليه خليك محايد خليك عادل في أرضية الملعب بس مش عايزينه يحكم للأهلي مش عايزينه يحكم لأي فرق الأهلي مش هيوصل للدور ده غير لو هو قادر أنه يوصل للدور ده من غير مساعدة أو مساندة حكام إطلاقا يعني النادي الأهلي كبير النادي الأهلي عارف مشواره كويس جدا عارف إزاي يقدر يتخطى العقابات اللي بتقابله لكن في نفس الوقت من دمنا العقابات اللي بتبقى صعبة جدا وهي عقبة الحكام اللي دايما بيعاني منها على مدار فترات كبيرة للنادي الأهلي في الحقيقة وبالتحديد لما نيجي نتكلم كده على بكاري جسامة شوي نجيبها من الآخر للأول هو قدر حوالي تماما مباريات للنادي الأهلي في تاريخه يعني اثنين تعادل وتلاتة فوز للأهلي وتلاتة هزيمة للأهلي لكن في أهم المباراة اللي لعبها بكاري جسامة أو اللي قدرها بكاري جسامة للنادي الأهلي كانت مباراة السنة اللي فاتت مثلا مباراة القياب مع صاندونز واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 لكن كان فيه علامات استفهام كبيرة جدا على أداء الحكم في المباراة يعني زي مثلا الصفورة الكتير تعطيل اللعب تعطيل الرتم ضرب الجزاء ما تحسبتش للنادي الأهلي هدف ما تحسبتش الجونير أجيه يعني كان واضح أنه هو متعنت ضد النادي الأهلي مش محايت احنا عايزينه محايت تمام لكن هو كان متعنت كان مصر على تعطيل اللعب الأداء الخاص بالنادي الأهلي في هذه المباراة تعطل تخليك كده رتمك خلاص يعني بتموت المطش يعني بلغة الكورة تمام عندك كمان مباراة الوداد لو نفتكر في 2017 نهائي بطول الدورة أبطال أفريقيا لما الأهلي راح هناك في الوداد ملعب الوداد ومباراة خلصت واحد سفر لفريق المغربي لكن في نفس الوقت كان فيه ضرب الجزاء على ما أتذكر على ما أتذكر لوليد أزارو كان فيه برضو تعطلات كتيرة جداً للمباراة كان فيه مشاكل الرجل يعني بصراحة ما أقدرش يدير المباراة بشكل حيادي برضو وده المطلوب دايما من أي حكم في الدنيا يعني فكلها مناسبات وسوابق كتير للبكاري جسامة مع النادي الأهلي لكن اللي لازم أأكد على حضراتكم فيه وبالتحديد يوم 17.02 يوم 17.02 النادي الأهلي أرسل خطاباً للتحاد الأفريكي عن طريق المهندس هانيا بوريدا عضو المكتب التنفيذي للكاف بخصوص حكم مباراة القياب مع فريق سانداونز وهو بكاري جسامة والكلام كان بخصوص التخوف من إدارة الحكم لهذه المباراة بسبب ما حدث سابقاً في مباراة النادي الأهلي وكان تحرك سواء عن طريق الاتصالات أو عن طريق الخطابات اللي عايز أوضحه لحضراتكم اللي أكدوا لحضراتكم أن إقدارة النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن محمود وخطيب بنفسه تواصل وتحرك بخصوص أتمنى أن التحرك ده ييجي بالشكل الإيجابي وأن المهندس هانيا بوريدا يوصل الرسالة بشكل إيجابي للتحاد الأفريكي دولا يتدخل إطلاقاً في قرارات الاتحاكم عشان يقدروا لما ييجوا قيموا بعد كده يقيموا صح بسبب أخطاءه الكبيرة جداً بالتحديد مع النادي الأهلي عايزين كمان أنه يكون محايد في الملعب يبقى فيه عدلة تحكمية نحنش عايزين تحيز إطلاقاً للنادي الأهلي الأهلي مش محتاج تحيز وفيه جزئية مهمة عايزة أقول لحضراتكم برده يعني احنا في التحدي الأفريكي أو في الطولات دوري عبطال أفريكية تحديداً لحد دلوقتي عيب جداً لما نكون بنتكلم على دور ربع نهائي وفيه فرق بتتخوف من الأداء التحكيمي نفسنا الجزئية دي ما تبقاش موجودة في قرية أفريكية ما تبقاش موجودة في البطولات الأفريكية لكن في نفس الوقت الحكام هم اللي بيعملوا كده من خلال قراراتهم وتعنتهم ضد بعض الأندية بشكل عام وبالتحديد بخصوص بكاري جسامة وتعنته ضد نادي الأهلي لكن الأكيد أن النادي الأهلي تحرك وكابت المحمود الخطيب تحرك بشكل كبير جداً في إطار مرأبة الحكم وفي إطار طلب الحياد في المباراة والعدالة التحكيمية ليس إلا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الإياب نتمنى أن الحكم يكون موفق ويكون في يومه إن شاء الله عشان نشوف مباراة جيدة وإن شاء الله الأهلي يوفق في هذه المباراة لما يكون التوفيق حليفك وتلعب مباراة جيدة وتقدر تكسب ماشي حلو اكسب إحنا ده اللي عايزينه بس في نفس الوقت مش عايزين عقبة مهمة جداً زي الحكم يكون متعنت ضد النادي الأهلي بس هذه الجزئية لازم نوضحها للناس إحنا عايزين الرجل يبقى متعنت ضد النادي الأهلي زي المطشاط اللي قبل كده إحنا عايزينه يبقى محايد في الملعب والفريق الجيد والفريق الأقوى هو اللي يكسب اللي إن شاء الله يكون النادي الأهلي في هذه المباراة فدي جزئية مهمة جداً حبيتها وضحها لحضراتكم بخصوص بكاري جسامة وبخصوص تحرك إدارة النادي الأهلي في هذا الشأن تحديداً في كل الأحوال نتمنى له التوفيق في كل الأحوال نتمنى أن المباراة تخرج بالشكل التحكيمي اللائق وبإذن الله بإذن الله كمان النادي الأهلي يقدر يتأهل لدور نصف النهائي مطولة دوري أبطال لأفريق